استقبل مدير مكتب رئيس الوزراء القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس أنسبة حارثة في العاصمة المؤقتة عدن السفير الليبي لدى بلادنا إدريس أبو بكر جرى خلال لقاء مناقشة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاستثماري وفرص السئناف المشروعات الليبية في اليمن بما في ذلك العروض المطروحة لإعادة تأهيل فندق القصر في العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الجهات المحنية في الحكومة المالكة لنسبة 79% من قيمة المشروع وتطرق اللقاء إلى الترتبات الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الراسي ودولة رئيس الوزراء بتخصيص أرضية لبناء مقر للسفارات الليبية في العاصمة المؤقتة عدن ضمن مخطط مجمع السفارات الجاري إعداده ليتسنى للبعثات الدبلوماسية البدء بإنشاء مقراتها في عدن وأشهد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي بحرص الأشقاء في ليبيا على بناء مقر سفارتهم في العاصمة المؤقتة عدن وأن الترتبات جارية لتخصيص المساحة اللازمة لهم بدوره جدد السفير الليبي حرص بلاده على السئناف علاقات التعاون بين ليبيا واليمن في كافة المجالات وبناء مقر سفارتها في العاصمة المؤقتة عدن للدفع بالعلاقات المشتركة إلى أفاق الرحبة من التطور بما يتوازى مع خصوصية العلاقات بين البلدين